مواصفات سامسونج جالكسي S10 بلاس ومقابل السعر هل يسوي أم لا خلوكم يا نا بعد الفاصل مرحبا بكم أعزائي من تابعين قناة تيك باك وياكم مختلف العراق اليوم سنذكر أمور مهمة في S10 بلاس أمور متعلقة بالمعالج وتفصيل كامل لهذا الهاتف بداية مع الأبعاد الموجودة على هذا الهاتف من ناحية الطول 107.1 ملي متر والعرض 74.1 ملي متر السماكة ستكون 7.8 ملي متر مقابل وزن 157 غرام من ناحية النسخة العادية والنسخة السيراميك 198 غرام أيضا هذا الهاتف سيقدم له ثلاث كاميرات خلفية مع الفلاش الالي دي ومن الأمام سيكون القطع واضح في الشاشة بالجانب الأيمن من الشاشة في الأعلى يحتوي على كاميرتين أمامية ونوع الشاشة المستخدم في هذا الهاتف هي من نوع سوبر أمولود أو ديناميك أمولود اللي رح تعطيك دقة الكواد أج جي بلاس مقابل كثاب بيكسلات 526 وأيضا أبعد العرض رح تكون 11 على 9 الهاتف خاضع لمعيار IP68 من ناحية مقاومة الماوة الغبار لعمق 31.5 متر خلال 30 دقيقة وأيضا أمور أخرى من ناحية دعم الأج جي أرتين بلاس على هذه الشاشات ودعم 4 كي أمام ناحية الكاميرات فالهاتف يقدم منها كاميرات ثلاثية خلفية واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل مع الفتحة متغيرة الـ F1.5 لغاية الـ F2.4 ورح تكون بزاوية عريضة بالإضافة إلى مسألة دعم الـ OIS أو تثبيت البصري على هذه الكاميرات الكاميرا الثانية المحق 12 ميجا بيكسل أيضا ولكن مخصصة التي تلي فوتو بفتحة F2.2 والكاميرا الثالثة تكون 16 ميجا بيكسل ورح تكون مخصصة لتصوير بالزاوية العريضة الألترو وايد بحوالي 123 درجة بفتحة F2.2 والكاميرا تدعم الـ OIS أو تثبيت البصري في جميع الحالات أيضا من ناحية تدعم تصوير 4K لغاية 60 إطار بثارية واحدة ولكن المعالج يدعم لغاية تصوير 8K أو 8K يعني أنه ممكن نلاحظ أنه في تحديثات قادمة تقدم الشركة قدرة تصوير هذه الكاميرات لغاية 8K على حسب المعالج الأكسينوز اللي هو موجود ومخصص للشرق الأوسط أيضا الكاميرا الأمامية رح تحتوي على كاميرتين 11 ميجا بيكسل رح تكون هذي بفتحة F1.9 رح تكون مخصصة لأبيض الأسود أو الكاميرا الرئيسية مضاف إليها كاميرا الـ RGB واللي ما تكون مخصصة لعمليات العزل وبعد البؤري بدقة 8 ميجا بيكسل من ناحية أخرى أنه هذه الكاميرات أو الكاميرا أمامية أيضا رح تدعم لك فتح الهاتف عن طريق الوجه رح تدعم لك 4K لكل 30 إطار بالثانية واحدة وهذه تجربة لصناع المحتوي على تقديم مع كاميرات أمامية تصوير فيديوهاتهم ولكن غير مذكور أنه إذا تدعم الـ OIS أو التثبيت البصري إذا أنت كنت بلوغر وصور بكاميرا نعم 4K دقة عالية لكن إذا عدم موجود الـ OIS رح يمكنك أن تستخدم أجهزة ثانية أدوات ثانية لعملية التثبيت الصورة سواء بالفيديو أو بالصور أيضا الهاتف سيقدمنا ذواكر عشوائية بداية مع نسخة الـ OneTier مقابل 12 جيجا رام وهذه النسخة هي تكون من نوع السيرامي النسخ البقية أو التوفر على الشرق الأوسط رح تكون برام 8 جيجا بايت وتخزين 128 و 512 جيجا بايت مع إمكانية توسيع الذاكرة عن طريق الأزكات لغاية 512 جيجا بايت من ناحية الأمور الأخرى دعم الجيل الخامس من البلوتوث NFC موجود على هذا الهاتف منفذ Type-C Virgin 3 ووجود بطارية بحجم 4000 ميلي و4100 ميلي آم مدعمة بشاحن سريع بقدرة 18 واط وشاحن ويرلس أيضا بقدرة 18 واط أيضا هذا الهاتف يقدمنا معالج Exynos 1820 معالجات Level 9 أو Series 9 من سامسونج تحسينات عن نسخة 19-810 اللي عام 2018 بنسبة 20% من الأداء و40% من توفير الطاقة ولكن هذا الهاتف أو هذا المعالج عفوا مقسم إلى ثماني أنوية مقسم إلى 2-2-4 أنوية الثنين الأنوية الرئيسيات هي تكون بالأعلى من سامسونج واللي تكون بسرعة 2.7 جيجا هيرز نويتين مقاربة وتكون تعمل بالأداء المتوسط بسرعة 2.4 جيجا هيرز ولكن من نوع Cortex-A 77 وأربع عنوية أخرى تكون يعني موفرة للطاقة ورح تكون Cortex-A 55 بسرعة 1.9 جيجا هيرز من ناحية المعالج وفرق عن السلام دراجون طبعا هناك فرق بسيط جدا نعم معالج Exynos هو 8 يونو متر مقارنة مع السلام دراجون ورح يطي أداء جدا بسيط من ناحية سرعة المعالج ولكن هذه الأمور التي تظهر أمامكم لاختبارات أو بنشمارك للمسألة Single Core أو Multi Core تظهر أمامكم على الشاشة حتى تعرف وتقارن ما بين سناب دراجون والأكسينوز 9.120 فطبعا هنا في الملتي كور رح يتغلب سناب دراجون على مسألة النقاط وفي Single Core رح يتغلب الأكسينوز عن سناب دراجون أيضا من ناحية بطاقة الجرافيك ودعم الألعاب لهذا المعالج بما أنه مدعم بمالي G72 MP12 هذه البطاقة الجرافيك رح تكون هي مناسبة وسلسة في بعض الألعاب وشغلك فريمات لغاية الـ 40 Frame Per Second في ألعاب PUBG على سبيل المثال وألعاب القوية أيضا تصل إلى 32 وبعض الألعاب توصل إلى 60 إطار بثانية واحدة فرح يعطيك أداء سلس بدون وجود لاك على هذه بطاقة الجرافيك ومقارثة مع إدرينو إدرينو طبعا دائما نقول أنه إدرينو أفضل بكثير من ناحية دعم بطاقة الجرافيك أيضا بعد معرفة هذه المواصفات نذكر أمر مهم جدا وهو مسألة مستشعر البصمة الموجود على الشاشة والي يكون نوع الترا سونيك أو مستشعر يعمل بالأمواج الفوق الصوتية وهذا المستشعر يختلف عن المستشعرات السابقة البصرية والمستشعرات الموجودة بهواتف الأخرى الموجودة بخلف الهاتف فهذا المستشعر يعمل على أساس أنه يأخذ بصمة ثلاثية الأبعاد من خلال صوت الأصبع مع الشاشة بنفس الوقت وأيضا يكون أسرع وبدون وجود أي إنارة أو ضوء تحت الشاشة فقط مجرد أن تضع أصبعك ويأخذ بيانات الأصبع بشكل ثلاث الأبعاد عن طريق الصوت فهذا الشيء هو يكون أسرع مستشعر موجود حاليا أيضا ميزات هذا المستشعر أنه يتعامل مع جميع الأوضاع سواء كانت إيدك مملولة إيدك بها زيت إيدك بها أمور أخرى فمن المفترض أنه يشتغل بجميع الأوضاع وهذا الشيء رح يعطيك تجربة جدا رائعة ومنافسة شديدة تحتلها شركة سامسونج مع أول الهواتف التي تحصل على هذا المستشعر بالعالم وأيضا نوع الأمور الأخرى التي نذكرها من ناحية تقنيات ريفيرس شارج أو الشحن العكسي التي تشحن الهواتف غالكسي أو هواتف ثانية بقدرة 9 واط وذكرت الشركة أنه يكون أسرع من الشواحن الأخرى العكسية التي قدمتها هواوي في مي 20 برو من ناحية شحن الهواتف الأخرى ولكن التجربة هي أكبر برهان فبالنهاية نذكر أيضا أسعار هذا الهاتف الموجودة بالعراق بنسخة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام ستكون بسعر 930 دولار مع هدايا وعرض آخر بسعر 1160 دولار لنسخة 256 جيجا بايت أو 5012 جيجا بايت مع 8 جيجا رام أيضا مع هدايا ولكن بالدول الأخرى إن شاء الله أترككم روابط أسفل هذا الفيديو في حال وجود الأسعار معينة فبالنهاية شون رأيك بهذا الهاتف مع هذه الأسعار هل شركة سامسونج قدمت شي جديد مع هذه التصاميم الجديدة مع الانفينيتي أو أذكر أن رأيك بهذا الهاتف بالتصويت يظهر أمامك على الشاشة وأترك تعليق أسفل الفيديو لا تنسى تشترك بالقناة تفعيل زر الجرس للمزيد من فيديوهات القادمة من تيك باك